موسيقى 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 الجديد في ملف المتهم الفرنسي رجل الأعمال يعني الكبير جاك بوتي ومجموعة من المتهمين كما يعلم الجامع كان قضيتين الأولى كانت بدأت باريس وتم على إطرها اعتقال المتابعة جاك بوتي في حالة اعتقال كذلك الزوجة ديالو اعتبرها مشاركة في هذه الأفعال الجرمية وتمتعت هي مودة قصيرة تمت متابعتها في حالة صراح في حين تمت متابعة جاك بوتي المتهم الرئيسي في هذه القضايا في حالة صراح في حالة اعتقال نفس الشيء بالنسبة للمغرب كذلك من خلال تواصلنا مع الضحايا تم وضع سبع شكايات لضحايا هادو ضحايا شابات مغربيات اللي كانت عندهم الجرأة أنهم يفضحوا هاد الاعتداءات الجنسية اللي تمارسات داخل شركة هادو مجتمعية اللي يولات اليوم كتما فيلا في واللي يعني بواحد مجهود كبير باش تمكنوا انهم يفضحوا هاد المكان ديال العمل اللي تحول المكان ديال استغلال الجنسي من طرف رؤساءهم في العمل مع العلم أنهم كي يصرحوا لنا بأن هناك ضحايا كثيرات داخل هاد الشركة ولكن لي ضروف اجتماعية وضروف مجتمعية يعني ما قادرينش يفضحوا أو يبلغوا بهاد الجرائم اللي ترتكبت في حقهم وكان بالموازات مجموعة ديال الدعاوة اللي ترفعات في مدينة طنجا كتتعلق ب يعني نزاعات الشغل والترتع السوفي اللي تعرضوا له مجموعة من الضحايا ولكن ما قدروش انهم يمشيوا اللي يبضعوا شيكاية على الاعتداءات الجنسية اللي يتعرضوا لها بخلاصة مني كان قارنو بالميلفين بين فرنسا والمغرب وحنا سبقلينا في يعني 22 من الشهر الماضي نطبنا ندوى صحفية بباريس يعني بتنسق مع دفاع الضحايا في باريس وجمعيات اللي كتعنا بالدفاع على حقوق النساء والأطفال كيتبي اللي بأنه المجهود اللي بدلته الجمعية المغربية الحقوق للضحايا ومجهود الدفاع للضحايا في المغرب يعني توج على الأقل هذا المجهود لا سواء من خلال المتابعة الإعلامية ولا من خلال المجهود اللي تبدل في المستارة داخل المحاكم أنها تمت متابعات لهم ثمانية للمتهمين التاسع يعني وفاته المانية في الشهر الماضية في حديثات سير ثمانية أربعة متابعين في حالة اعتقال واربعة في حالة صراح لحسب ظروف كل واحد والمتابعات والتهم اللي توجهت له من طرف سيد قادي التحقيق على الأقل إحنا يعني مطمئنين لأن الإجراءات اللي تخذت له على مستوى البحث تمهيدي كيفاش تم الاستماع للضحايا من طرف الضبيطة الجدية اللي كانت في هذه الملفات يعني لا على مستوى الضبيطة القضائية ولا على مستوى السيد وكيل عم ملك ولا على مستوى السيد قادي التحقيق كان هناك مجهود كبير وكذلك هو اللي واكبه دفاع الضحايا اللي كلفتهم الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تمت المتابعة في حال تعتقل ديال الأربعات المتهمين وتم تمتيع الأربع أخرون بصراح من ضمنهم سيداتين مغربيتين اللي كانوا سيدة في حال تعتقل وسيدة في حال تصراح اللي كانوا يعني كيمارسوا مسؤوليات داخل هاد الشركات المفارقة هو أنه كانوا نجدوا في فرنسا الدولة اللي يعني دولة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الدولة اللي كانت تعطي الدروس في حماية حقوق النساء والأطفال فضيل هاد أو لعلى خلفية هاد الميلف تم تمتيع جاكبوتي بصراح المؤقت من طرف قاضي التحقيق الأمر اللي أكداتو لشامبر كيمينال في باريس جرائم خطيرة مرتكبة من طرف رجل أعمال معروف برمي اللي سنسان فورتون فرنساز وحتى الدفاع في ندوة ديال باريس دفاع الدحاية كيقول بأنه كينا إن بارتكولاريتي ديال هاد الدوسي لأن السيد سيتون باريسان بورجواء فرنسي واللي أجنو في الوقت اللي متعوب صراح راه طالبو بكافالة في المقابل اللي كتب اللغة اللي يعني مبلغ ديال جبانسي سانسان ميل سانسان ميل أورو في جميع الأحوال أي مبلغ ما يمكنش يجبر مبلغ مالي ما يمكنش يجبر درر ديال دحايا خاصة دحايا قاصرات هذه الطفلات المشتكية هي طفلة رومانية زائد الشابة المغربية اللي بلغت سن الرشد من بعد واللي كانت ضحية ديال الاحتجاز وديال الاعتداءات الجنسية من طرف جاكبوتي لمدة خمس سنوات منذ أن كان عمرها 16 سنة واللي من بعد تم استغلال شابة أخرى رومانية أو طفلة أخرى رومانية من عمرها 14 سنة وهم اللي بلغو على قطر هاد الوضع ديال هاد الضحياتي تم يعني يعني يمكن نقوله أنه يعني السلطة سياسية أو السلطة مالية يمكن توقف أمام حقوق الضحايا ويمكن تشجع على الإفلات من العقاب اليوم جاكبوتي يفلت من العقاب لأنه رجل غني ثاري من رجال أعمال كبار فرنسا يعني ما كيتطبقش في حقوق القانون في جرائم خطيرة ديال الاحتجاز ديال الطفلات والاقتصاب ديالهم وممارسة جميع أشكال تعذيب إذا بغنا نقوله لأن ذاك الاحتجاز كان فيه ممارسات اللي كتمس بالسلامة لا النفسية ولا الجسدية ولا ديال هؤلاء الضحايا ففي المقابل رغم كل انتقادات نحن كان طالبوا بحماية ديال الضحايا وتوفير الحماية لهم لا سواء قبل ولا خلال ولا بعد المحاكمة توفر لهم الحماية على الأقل هناك متابعة جدية من طرف القضاء المغربي لهذا الملف على مستوى محكمة السينف ديال طانجا هناك متابعات ديال مجموعة سينبوند كيمينال ولا فجأة في لاسوسيتاتي أسي دوميل ولا سيستام جاكبوتيه يعني فيه جاكبوتيه المتام الرئيسي في مجموعة ديال الأشخاص اللي كانوا مسؤولين واللي استغللوا السلطة ديالهم في مقابل الدعف والهشاشة ديال الدحايا باش أولادنا توتان سيستام يعني اللي بغت تتقبل باش تتخدم في هذيك الشركة وتشتغل خصا تتقبل هاد الوضعية ديال لأنها ورغم ذلك وضعية ديال الهشاشة اللي كانوا يقبلوا يعني هم يعيشوا في هاد الظروف وأحيان كتيرا ما عندهم شوعي بأنهم ضحايا اعتداءات جنسية لأنه وصل الوضع أن كل مستخدامين اللي هم ضحايا ولا غير ضحايا أو عندهم لذلك تتبعوا مع هاد الواقع وأحيانا أحيانا أجسدهم أعضاءهم الحميمية كخصة النساء وكانت العبارة وفي مدير لأنه يمكن أن يقوموا بحث لأنه يمكن أن يقوموا بحث ومديرين أخرين ومديرين غيان ومديرين كل شيء يستغل في هذه البنات ولينا لا نرى في مكان للعمل ولينا في مكان للإستغلال الجنسي هل يمكننا أن نقول بأننا أمام تخاوف أن المنقضاء الفرنسي في طيب ملف وملف؟ طبعا يبدو أنه في فرنسا هذا هو التوجه خاصة هذا التمطيط عندهم الأجالات بين الجلسة والجلسة لا على مستوى الهيئات الحكم ولا على مستوى قضاء التحقيق يعني تكون شهور طويلة بين جلسة وجلسة أكثر من هذا الضحايا في فرنسا أنا كان وضع سؤال من أن يتم تمتيع متهم جرائم خطيرة مثل هذه الجرائم وتمتيعه بالصراح المؤقت فقط يدعو أنه وضعية صحية وهذا غير صحيح لأنه قبل شهور قليلة جاك بوتي كان كي سيرت توتين كمباني دا سورانس كان عنده ديك ساعة الإدراك والواعي والكفاءة العقلية والجسدية والدينية في سيارة ومبادنين في الاعتقال ولا في وضعية صحية أخرى هذا الدعاء الذي شخصيا ما نعتبره حقيقي ولكن الأساسي هو أنه هذه هي تستيون الفورتون هذه من المشهور قوية يوجد مجهور قليلة يوجد رجل أعمال الذي يمتعه بالصراح لأنه يمكن أن يوضع كفالة برغم أنها الكفالة لا يمكن لها بأي حال من الأحوال حتى القاضي قال بأنه ممكن في حالة ما تحكم بتعويضات تكون تعويضات التي يمكن تعوض هذه الدحايا على معانا وهذا غير حقيقي لأنه لا يمكن أي تعويض يعوض الدحايا وطبعاً أمام هذا الوضع كان أعتقد بأن المسطرة اليوم كدفاء لحدود اللحظة يعني ما عرفناش باقي أمامنا المرحلة الابتدائية ومرحلة السنافية غرفة الجنايات محكمة السناف تنجا على الأقل حدود ساعة المسطرة غدا في إطار يعني المقتضايا القانونية التي تنظمها المسطرة الجنائية والقانون الجنائي المغربي واللي يعني بحضور الجمعية المغربية الحقوق الضحايا كان هناك واحد يعني تكفول بهذه الضحايا الاعتداءات الجنسية في هذا الملف على مستوى ما يقع في فرنسا واللي لاحظنا كما قلت من خلال اندو ان هناك نوع من تخوف بنسبة الدفاع للضحايا في فرنسا احنا كذلك هالضحايا للمتهم الرئيسي في الملف موجود في فرنسا اللي هو الرئيس المدير العام السابق جاك بوتي يعني كين هناك اليوم قرارة المحكمة فيما يخص انتظام القضائي هاد الكوميسيون غوغاتوار غادي تكمل المستارة والاجراءات فيما يتعلق بجاك بوتي يعني مستوى فرنسا في اطار اتفاقية تعاون القضائي بين الدولتين وكذلك عندنا شكاية جديدة اللي اتفقنا خلال هاد وكذلك صحفية بان هناك شكاية جديدة اربع شكاية غادي توضع فرنسا مباشرة بالنسبة لها الضحايا اللي يعني كيشتاكيوا من الافعال الاجرامية اللي ارتكبها جاك بوتي في حقهم وكذلك المدير العام السابق اللي هو فرنكو تونيزيان اللي في حالة فرارتا وكذلك اللي موجود الان في فرنسا كيشتغل بشكل عادي في حين ان الضحايا اليوم كيعاني فضعية لا شغل ولا فضعية اجتماعية ولا بقين يعني حتى نفسيان ما قادرينش لانه ضحية الاعتداء الجنسي يعني كيبقى في كل لحظة كييراجع هذك الجرع من يرتكبت في حقوق تلي كيف قطقه وكيبقى عيش في حالة دي الخوف من الجميع من المؤسسات من الاشخاص من كل شيء لهذا الدفاع دي الضحية على مستوى المغرب الان والجمعية احنا في نسيق مع الدفاع في فرنسا من اجل وضع هذه الشكايات هذا على العموم هو الوضع اليوم دي الملف جاكبوتية لعلى مستوى إجراءات في فرنسا ولعلى مستوى الإجراءات في المغرب ولكن كان اعتقد بأن ملف من قبيل هذ الملفات يعني خص كي تطلب واحد المشهود كبير لعلى مستوى المصاحبة يعني مثل هذ الضحايا لأن كان عليهم ضغط كبير من الرؤساء اللي عندهم إمكانيات وهم في وضعيات الهاشاشة ولا على المستوى القضاء اللي خصو يكون حازم بحالة الملفات باش يعتعي برا مش فقط في منسبة للضحايا ولكن في الملفات كلها باش لأنه أكيد هناك ضحايا كثيرة تمشي في أسيودوميل ولكن كان في شركات أخرى في أماكن العمال يعني هو المكان اللي كتوفر فيه كل شهرة للاستغلال الجنسي مع الأسف كذلك المستوى الشريعي خاصة ما يتعلق بحماية الضحايا كان مقتضايات اللي كتنضم العقوبات واللي طبعا في القانون الجينائي في الاقتصاف هاتك العيرد في التحرش إلى غير القانون دي المناهدات العنف ضد النساء كان قانون التجار بالبشر كان مقتضايات قانونية زجرية في مقابل الحماية كان هناك خصاص كبير بالنسبة لحماية الضحايا لا على مستوى المتابعة النفسية والاجتماعية ديالهم ولا على مستوى التعويضات مع الأسف اللي كتحكم بها المحكمة اللي هذي لها واللي ما يمكنش تعوض الضحية لأنه أحيان احنا كنشوفو ميلف تيففلت كنشوفو ميلف أقادير اللي ما تحكم لهتا بتعويض كنشوفو ميلفات البنت ديالتا كنشوفو طيفلين كنتابعو كدلك كنشوفو طيفلين ضحية اعتداء الجنسية ديال مجموعة للأشخاص ماشي شخص واحد يعني بكين حالات كثيرة والتعويضات مع الأسف المحكمة ما كتاخدش بعيد الاعتبار الدرر الكبير اللي كيشكلو هذا الاعتداء الجنسي على حياة ومستقبل الضحية وبتالي أحيانا حتى في حالة ميلفات تحكم بوحة تعويض ما كنشوفو الوسائل كنشوفو خاصة يكون معتقال ووضعية اجتمال العائلة وبالتالي كنشوفو الوضعية صعيبة بمسبب الضحية الاعتداءة الجنسية هالشي كيتطلب مجهود كما قلت على جميع المستويات